شكرا جزيلا نازمنا كريم أحمد طمنا على حالة محمد نجيب فكرة الجهاز الفني بيستفيد بنجيب بعد فترة ما كان غايب نتيجة أنه كان فيه عناصر أساسية سابتة بتلعب في الفترة الأخيرة ده شيء بيدينا أمل وفرصة إن شاء الله أنه فيه أكتر من اللاعب ممكن يكون جاهز وموجود أول ما يطلب منه يكون موجود زي أحمد علاج ما قال زمنا كريم زي محمد نجيب ووجود رمي ربيع إن شاء الله مهم جدا للموسم القادم لأنه بالتأكيد وفرت عدد من اللاعب في كل مركز بتدي الفرصة للجهاز الفني عشان يقدر يشتغل على مدار موسم بالكامل أيضا كمان كنت عايزة تطمن على حالة تمومن زكريا ومدى جهزيته أو مدى إمكانية تواجده خلال الفترة القادمة مهم الفايدة في هذا الحديث وفي هذا الكلام بنحاول قدر الإمكان نوصل للمشاهد كم اللاعب أو عدد اللاعب الموجود مع الجهاز الفني كيف يستفيد بيهم في فترة الإعداد وما هو المتوقع بالنسبة للمرحلة القادمة عشان نشوف النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بيفكر إزاي في السكواد في القايمة في التعاقدات كمان لما نشوف الفترة القادمة بعدما اتحاد القرى يحدد قايمته أو يحدد الإطار النهائي للوايح شون اللاعبين الفترة القادمة الجهاز الفني هيتعامل إزاي سواء في مركز الدفاع أو خط الوسط أو حتى الفرودة وكمان ما ننساش أن أيمن أشرف بعدما يلطحك بالبعثة وبعدما يلطحك بالمعسكر هيكون كمان أحد الإضافات الموجودة في خط الدفاع معالم علول في مركز الزهير الأيصر أحمد فتح محمد هاني في مركز الزهير الأيمن فإن شاء الله بإذن الله يكون فيه وفرة في عدد كبير جدا من العيبة خلال الفترة القادمة سريعا بالنسبة نهاردة يمكن كان فيه حاجة كده ظريفة أول ما صحينا كلنا عليها الصبح عبر السوشيال ميديا أنت نايم مبارح في الوضع الطبيعي بتاعك يعني كل واحد نايم سنه يعني لكن تصحى تاني يوم تلاقي الناس لذات 20 سنة ولذات 30 سنة حاجة كده في طرم النوع الترفيه بس لما يبقى عبر السوشيال ميديا بقى خلاص بيبقى الفرصة كل بيستخدمه وبيتناوله الشيء اللافت للنظر بخلاف الصور الشخصية لكل واحد على الأكاونت بتاعه على الفيس بوك ممكن يستخدم هذا الأبليكيشن نوعه يحط سنه أو يحط صورته ويشوف بعد 20-30 سنة شكله إزاي لكن الجميل كمان وده بقى اللفت للنظر النهاردة لعبي كرة القدم كمان لما يتعاملوا مع هذا الأمر بيبقى شيء جميل جدا وشيء رائع وبتشوف بقى كل لعب وهو في مرحلة الشباب متواجد بيلعب كرة بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة يبقى شكله عامل إزاي الصفحة الرسمية للنادي الآهلي النهاردة عبر السوشيال ميديا وعبر موقع التواصل الاجتماعي موقع الفيسبوك نزلت تصورة جماعية للاعبي النادي الآهلي وفري النادي الآهلي في هذه اللقطة بعد مثلا إيه ما يتم استخدام هذا الأبليكيشن على اللعيبة شايفين طبعا علي لطفي في حرصة المرمى المشهد أو الشكل عامل إزاي عمر السلية محمد نجيب علي معلول تحس إن الشيخوخة يعني بين عليه بسرعة محمد هاني برضو يعني محمد هاني لأ شكله ما اختلفش حسام عشور بنفس الستايل حمودي رامي ربيعة أنا افتقرت علي معلول يعني رامي ربيعة بعد عشرين تلاتين سنة بقى شكل علي معلول طيب بقى اللعيبة طبعا لقدام مين يا جماعة عشان برضو ده عمر جمال لقدام علي لطفي باسم علي إسلام محارب ناصر ماهر ناصر ماهر وأحمد حمودي بصوا هي الشيخوخة بين أكتر فعمر السلية وعلي لطفي وعشور بس لا برضو عشور كابتن الفرقة يعني لا عشور لسه لكن محمد هاني لأ هاني لو يعني هاني مدلوقتي لو اتكلمت بعد عشرين تلاتين اربعين سنة لا نفس الستايل ما زادش سنة ولا زادش اتنين نفس الامر حمودي نجيب تحس ان رجع عشر سنين لورا ما كبرش بالعكس لكن لا باين اكتر في باسم باين اكتر في السلية وفي علي لطفي كنت اتمنى شوف وليد ازارو كمان من شوية كنا بنشوف كده عبر السوشيال ميديا اللعيب الدوليين السابقين شوفنا كمان صورة العمر زكي مع الكابتن محمد ابوتريكا شوفنا صورة للكابتن وائل جمعة شيء بيبقى طريف وشيء ظريف لكن لما بالامر بينتقل بقى اللعيبة القورة بتبقى فرصة اللي انت عايز ده تعرف بقى اللعيب ده بعد كم سنة عايزي تسايا عشر سنين عشرين سنة الشكل اللي ستايل ايبا عامل ازاي في لعيبة صغرت وفي لعيبة الشايخوخة بنت عليها بدري من خلال هذا الابليكيشن اللي اتطبع النهاردة في هذا الموضوع على الصور في السوشيال ميديا سريعا اخبار افريقيا يمكن قالو سيسيك كلم عن حظوظ السنغال كبيرة للتتويج بلقب افريقيا لمين جسامة نجم منتخب السنغال قال بنسعى التسجيل اسمأنا في تاريخ السنغال الالماني جوران تهور المدير الفني لمنتخب بناجيري قال انه بيحظى بصقة الجماهير المصرية امام المنتخب الجزائري لكن الجزائر الجزائر موجودة اكيد بعدد كبير جدا من الجماهير عموما اصل الى نهاية الفقرة الاولى فقرة الاخبار وبعد الفاصل نجمينا طبعا والناقد الرياضي الكبير الاستاذ زاردوان الزياتي والنائب البرلماني فقرة مهمة جدا للقاء الحديث والقاء الدوء على المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة ادارة القرى المصرية ماذا سيطرق على الكرة المصرية خلال الفترة القادمة بعد الخروج من بطولة المهمة الافريقية والتنظيم بالنسبة لمصر في هذه البطولة الكبيرة بعد الفاصل الاستاذ زاردوان الزياتي